بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير احلام والركاء الشرعية. النهاردة هنتكلم على اهم الرموز او اهم الرؤى اللي احنا ممكن نشوفها تكون خاصة بالاموات. اهم الحالات اللي احنا ممكن نشوف بها الميت هنعرف معناها بشكل مختصر. اول حاجة لما يشوف الرأي ان في حد من المتوفين او يشوف الميت انه فرحان. رؤية الميت فرحان من الرموز المبشرة بمكانه للمتوفي او للميت. كمان لما يشوف الرأي ان المتوفي او الميت جاي بملابس بيضة. رؤيته بملابس بيضة برضو من الرموز اللي بتطمنه على حال الميت. وانه هو في مكانة كويسة. الرموز التالت لما نشوفه برضو انه هو ازغر او انه جاي شباب اكتر. لما نشوفه انه ازغر من السن اللي هو مات فيه. يعني نشوفه شباب. وكمان نشوفه شكله احلى برضو من الرموز المبشرة بمكانه للمتوفي. كمان لما نشوفه انه جاي بصحة اه كويسة. اه بالرغم ان هو مثلا لما كان في الدنيا كان مريض. فنشوفه ان هو جاي بصحة اه كويسة بالشكله اقوى. اه كل دي برضو من الرموز اللي بتطمنه على حال الميت او حال اللي متوفي. اه كمان لما نشوفه انه جاي اه اه بيدحك. اه تحكي برضو اه تحكي المتوفي برضو من الرموز اللي بتدل على حصن حاله اه عند الله سبحانه وتعالى. اه برضو لما شوفه انه هو اه واجهه اه بقى ابيض. واجهه اه ابيض او واجهه اه بنور. اه برضو دي كلها من الرموز المحمودة اللي بتطمنه على حال الميت او حال اللي متوفيه. اه كمان لما نشوف الميت انه اه بياخد او بيدي حاجة. اغز الميت بشكل عام من الرموز اللي بتكون غير محمود. فانه هو ياخد اي حاجة اه مننا دي حاجة اه مش محمودة. اما انه هو يدينا اه حاجة فبردو اه دي من الرموز اللي بتكون محمودة. الا في حالة لو لو شوفنا ان المتوفي بيدينا كفن او بيدينا قطعة من القماش كده اشبه بالكفن قطعة بيضة كده او ان هو يدينا ساعة او ان هو يدينا اه قطن اه دي كلها اه اه شوية بتكون غير محمودة اما عضاء الميت بقى اي حاجة تانية سواء ادينا اه مأكلات او ادينا اه اه ملابس كل دي اه من الاشياء اللي بتكون محمودة اه كمان اه لما نشوف الميت انه جاي غضبان او جاي زعلان او جاي اه مش عايز يكلمنا اه غضب المتوفي او الميت في المنام اولا ممكن تكون نديجة اه وصية هو اوصى بيها ولكن اه ما تنفستش كمان ممكن تدل على اه غضبه من اهله انه ممكن تكون في خلافات اه بين اه ابناء ومثلا او بين عائلته فهو زعلان اه ممكن يكون اه مفيش ود ان هما مش بيودوه لبسة اه ولا بتوعية اه ولا اه بزيارة اه كمان ممكن تدل على تصرف خطأ او سلوك خطأ الرأي بيرتكبه او بيعمله وده مش راجع عنه المتوفي لما نشوف المتوفي انه دخل البيت اه دخول البيت اه من الاشياء الطيبة او من الرؤى الطيبة اه فممكن تدل على احياء امر اه لأهل البيت يعني فيه امر اه معين هيحيا تاني او اه هيحقق اه برضو من الرموز لما نشوف اللي ميت انه مريض اه نشوف انه هو مريض او نشوف انه هو فقط اي شيء من حواسه اه دي للأسف برضو من الرموز اللي بتكون غير محمودة اه فرؤية المرض احيانا بيدل على تعب احيانا بيدل على زنب هو ارتكبه اه فمحتاج اه صدقة او محتاج اه دعاء الرموز اللي بعد كده لما نشوف المتوفي انه بيدرب الحي ضرب الميت للحي في المنام دي نصيحة وعايزة لي ممكن يكون بيعمل سلوك معين فجاي الرأي بينصحه او بيوعزه لما نشوف الميت انه جاي جعان او جاي عشان او جاي محتاج ملابس كل دي من الرموز اللي على طول بتدل على ان المتوفي او الميت محتاج صدقة او محتاج اه دعاء كمان لما يشوف الرأي انه المتوفي مات من جديد وفات الميت من جديد برضو من الرموز اللي شوية بتكون غير محمودة اه فممكن يدل على ان الرأي كان بيعمل عمل صالح او بيعمله صدقة اه جارية اه فان اطع عن انه هو يعمل هالو فان بيتدل على عمل اه صالح كان بيقدم للمتوفي ولكن انقطع اه ممكن كمان تدل على دعاء كان الرأي بيدعي للمتوفي وبردو الدعاء ده انقطع اه كمان ممكن تدل على وصية اه او صبيها المتوفي ولكن ما تنفستش اه برضو ممكن تدل على مشاكل عائلية او اه خلافات عائلية بين اه ابنائه او بين اه اه عائلته كمان ممكن يدل على اه وفاة امل او يأس عند الرأي الرأي يأس من شيء معين او فقط الامل من اه شيء معين اه او انه هو يحقق ليه امنية معينة يعني فيه امنية هو بيتمناها هو خلاص يأس منها او فقط الامل فين هي اه تتحقق كمان ممكن تدل على اه مرض احد من ابناء الرأي او من عائلته ممكن حالة اه بس كويس يعني حالة واحدة بس ممكن نشوف وفاة الميت يكون فيها اه يعني يكون كويسة وهي ممكن تدل على مولود جديد وده بتبقى نادل جدا او اه زواج حد من اه ابناء او او من اه عائلته وده برضو بيكون اه نادر اه لما يشوف الرأي المتوفي او الميت بيعمل اعمال اه عمل صالح او بيعمل عمل في خير او في بر اه فدي بتبقى رسالة للرأي انه هو يقوم بنفس العمل ده اه كمان لما يشوف الرأي انه اه اه ان الميت جاي اه يعني شوية في هيئة غير محمودة انه ممكن يكون جاي بملابس متسخة اه جاي بملابس سودة اه بشكله اه تعبان او شكله مريض او شكله هزيل اه كل دي من الرموز اللي بتكون غير مستحبة للرؤية الميت فممكن تدل على اه انه محتاج صدقة او محتاج دعاء اه كمان من الرموز الطيبة لرؤية الميت ان انا اشوف الميت حي او انا اشوف ان الميت ساح تاني او رجع تاني اه يعيش يعني يعيش في استينة تاني اه رؤية الميت وهو حي من الرموز اللي بتدل على تيسير اه في حال الرأي كمان بتدل على قضاء امر اه كان في عصر او كان اه متعسر جدا او كان صعب اه كمان من الرموز اللي بتدل على تحقيق امنية او استجابة ضحاء اه كان فكروا الرأي ان هو مستحيل ان هو اه يتحقق اه ده كده باختصار اهم الرؤى الخاصة برؤية الميت او المتوفي اه في المنام اه بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم لو في اي استفسار او سؤال اكتبوا لي تحت وانا ان شاء الله هروت عليكم بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في الفيديو جديد مع السلامة